قالت المهرة كلمتها ونجحت في فرض هيبتها بعد نصف شهر من الاحتجاجات الشعبية ضد ما اسماه المعتصمون بعسكرة الحياة المهرية من قبل السعودية اصرار المعتصمين على مطالبهم الستة ادى الى صياغة اتفاق بين السعودية والسلطة المحلية والمعتصمين ينص على انسحاب مزمن للقوات السعودية من المطار والمنافذ البحرية والبرية في الوقت الذي اكدت فيه مصادر محلية انسحاب القوات السعودية من الجانب المدني للمطار كانت السعودية قد دفعت بقوات لها الى المهرة في منتصف نوفمبر من العام الماضي لتنشئ في منتصف يناير من هذا العام لواء بحريا في نشطون معززة مطر الغيظة وميناء نشطون بآليات عسكرية في ابريل الماضي وهو الامر الذي اغضب القوى الاجتماعية في المهرة التي وجدت نفسها خارج المعادلة السياسية والاقتصادية في المحافظة ابتدأت حالة الاحتجاج ضد التواجد العسكري للسعودية مع اعلان ابناء المهرة اعتصامهم المفتوح في الخامس والعشرين من نينيو الماضي لكنهم في السادس من نينيو الجاري حددوا بوضوح ستة مطالب سلمت للرئيس هادي وقيادة التحالف وضوح المطالب المهرية الستة والاجماع الشعبي حولها وسلمية الاعتصام بالاضافة الى الاحتجاج تحت مظلة الشرعية والتركيز على عسكرة السعودية للحياة المدنية فقط هو ما اكسب الاعتصام وفق محللين الشرعية وجعل المهرة تنجح في انتزاع اتفاق يحفظ للمحافظة كرامتها ولليمن سيادته الوطنية وفي انتظار تنفيذ كامل للاتفاق سيبقى الاستفهام حاضرا هل موافقة السعودية نهائية ام مناورة سياسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة